السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام مؤلم جداً أن نستوعب الأشياء متأخراً بطلنا النهاردة رجل أعمال فاسد بيخرج من السجن بشكل غير قانوني وبيروح يعيش مع أمراضه في قرية وسط الغابة بعيد عن السكان لأن السكان كلهم بيكونوا بيطردوه وعاوزين يتخلصوا منه لسبب ما كانش يتخيله وبيبدأ فيلمنا النهاردة في دولة تركيا مع رجل أعمال سابق اسمه يالين وهو في البقالة بيشتري طلبات البيت لمراته وبيتكلم صاحب البقالة وبيعتذر لي يالين عن تصرفات والده معاه لأنه بيتعامل مع يالين بطريقة سيئة وقاسية جداً وبيقول رجل البقالة ليلين أنه مش هيحكم عليه بسبب أنه غلت زمان وأنه كل الناس بتغلط وبتتعلم من غلطها فبيشكره يالين على زوءه معاه وفي الوقت ده بيدخل أبو البقال وبيضرب ابنه بالألم على وشه لأنه وافق على دخول يالين للبقالة وبعدها بيطرد يالين من البقالة بتاعته وبيطلب منه ما يجيش هنا مرة تانية وبيروح يالين يجيب طلبات البيت من بقالة بعيدة عن المدينة محدش يعرفه فيها من السكان وبعدها بيرجع يالين لبيته بيقابل مراته بيزة وبتسأله بيزة عن تصرفات الناس معاه في الشارع بقت عاملة ازاي فبيضطر يالين أنه يجدب عليها ويقول لها أنه كل الناس مرحبين بيه جداً لدرجة أنهم يدوا طعام ببلاش وبيكون يالين بيعمل كده علشان مراته ما تزعلش من التنمر اللي بيتعرض ليه كل يوم وبعدها بيخرج يالين يقابل الراجل اللي جايب لهم سندق الطعام والشراب اللي هيستخدموها لأن يالين مش عارف يشتري كل احتياجاتهم بحرية بسبب أنه منبوز من المجتمع وبعدها بيدخل يالين ومراته بيتهم وبيتفرجوا على التليفزيون وبيفتحوا نشرة الأخبار ووقتها بتتكلم المزيعة في الأخبار عن يالين وبتقول أنه رجل أعمال فاسد وخرج من السجن بكفالة بعدما الحكومة صدرت كل ممتلكاته لأنه متهم في قضية فساد وسرقة أموال الشعب وبنعرف أنه ده السبب اللي مخلي الشعب التركي كله بيكره يالين ومش عاوزين أنهم يتعاملوا معاه لأنه كان رجل أعمال فاسد ونصب على عدد كبير من الناس وبعدها بتهوم بيزة على جوزها وبتقوله أنها بتحبه وهتفضل دايماً معاه بتاع واحد اسمه جودة وبيكون يالين كان نصب على جودة في فلوسه وكان فاكر أن جودة ما يعرفش أنه هو لنصب عليه وأول ما يالين بيدخل المتجر بيفضل جودة ماشي وراءه مرقبه وبيسأله يالين هو ليه بيرقبه بالطريقة دي فبيبتسم جودة ابتسامة فيها نوع من السخرية وبيقوله أنه خايف أنه يسرق حاجة من المتجر زي ما سرق فلوسه وساعتها يالين بيخاف جداً منه وبيحاول أنه يمشي بس جودة بيجيب حبل وبيحاول أنه يخنقه بيه وبيحصل بينهم اشتباك عنيف وبيحاول يالين أنه يقاوم الضرب وساعتها بيقدر يالين أنه يفلت من جودة وبيمسك يالين تحفة من اللي في المتجر وبيضرب بيها جودة على دماغه وبيموت جودة في ساعتها ووقتها بيكون يالين مصدوم من نفسه ومش مستوعب أنه قتل إنسان وبيكون مش عارف يتصرف إزاي فبيروح يالين بسرعة ياخد جسد جودة وبيلفها في السجاد وبيطلع بيه على مكان مهجور وسط الغابة وبيسيب الجسة في مكان جبلي وسط الغابة بيحس إن محدش يقدر يوصل للجسة وبيغسل يالين إيده في النهر علشان يشيل أسار الدم وبعدها بيرجع يالين بيته بسرعة وبيدخل للحمام وبيقضل واقف وقت طويل قدام المراية وبيبص لنفسه ومش مستوعب إنه بقى قاتل وبيتكون مراته قلانة عليه وحسة إن في حاجة حصلت لكنه مش بيرضى يعرفها أي حاجة والتاني يوم بيروح بيزا مع يالين يتعرفوا على جماعة من الأصدقاء الجداد وبيكون واضح إن الجماعة اللي تعرفوا عليها دول يالين ما نصبش عليهم في فلوس زي ما نصب على باقي سكان المدينة فبتالي اعتبروا صديقهم وبيعملوا بشكل طبيعي والتاني يوم بتروح بنت من الجماعة اللي تعرفوا عليهم اسمها نورين وبتعرض عليهم إنهم يخرجوا سوى مع بعض في رحلة وسط الغابة لإنهم ما لحقوش يتعرفوا على بعض كويس مبارح وبالفعل بتاخدهم نورين معاها وسط الغابة علشان يتعرفوا أكتر على بعض وبتعرف نورين منهم إنهم سكان جداد ولسه نقلين قريب للبيت ده لكنهم كانوا ساكنين في مكان قريب من هنا بس بيتهم اتاخد بعد أزمة يالين واضطروا إنهم ينقلوا في مكان بعيد شوية عن الناس علشان المضايقات اللي بيتعرضوا لها يوميا ولما بيوصلوا وبيتمشوا في الغابة بيقابلوا هناك بالصدفة زابط شرطة اسمه سلامي وبيطلب سلامي من يالين إنه يتمشى معاه لأنه عاوز يتكلم معاه شوية على انفراض وبيكون يالين الآن جدا وهو بيتمشى مع سلامي وحاسس إنه اكتشف حاجة عنه وبيسأله سلامي عن جودة وبيقوله إنه مختفي من مبارح وإن في ناس شافت يالين آخر مرة عند جودة في المتجر قبل اختفاءه على طول فبيقوله يالين إنه بالفعل كان عنده في المتجر لكنه ما يعرفش إنه اختفى وبيكون باين على يالين علامات الخوف والتوتر وطبعا سلامي مش بيكون مصدق كلمة من اللي يالين بيقولها فبيقوله سلامي إنه عارف إنه أزى ناس كتير في حياته وسرق فلوس من ناس أبرياء وخدعهم ومن ضمنهم سلامي اللي باع عربيته علشان يحط فلوسه في مشروع يالين الوهمي وبنعرف إن يالين كان نصب على عدد كبير من الناس زمان وواخد منهم فلوسهم وقال لهم إن فلوسهم هتتضاعف في المشروع اللي يالين هيعمله لكنه كان مشروع وهمي لكن طبعا يالين هرب بفلوسهم فبيرض عليه يالين وبيعرفه إنه عمل اتفاق مع فريق الإدعاء العام وطلبوا منه إنه يعترف على شركائه وفي المقابل هيخرجوا من السجن وبالفعل اعترف يالين على شركائه التلاتة السريين وخرجوا من السجن وساعتها بيقول سلامي ليلين إنه يتمنى إنه يشوفه ميت في يوم من الأيام وبيسيبه وبيمشي وبعدها بيرجع يالين بيته وبيكون خايف جدا وبيعيط وبالليل بيقرر يروح عند جسة جودة علشان يتأكد لو كانت لسه موجودة ولا لا وبيلاقي إن الجسة لسه موجودة مكانها وبدأت تتحلل والحشرات بتسحف عليها فبيتأثر يالين من اللي بيشوفه وبينام جنب الجسة وهو بيعيط وتاني يوم بتكون بيزة بتتخانق مع يالين لإنها حاسة إنه متغير معاها ومخب عليها حاجة لكنه بيقول لها إنه كل الأمور كويسة وساعتها بيزة مش بتصدقه وبتكون عارفة إنه بيجدب عليها وإنه متورط في حاجة كبيرة مع سلامي فبيتسيبوا بيزة وهي متعصبة وبتخرج بره البيت وبعدها بيتصل يالين على جورين المحامي بتاعه وكان عاوز يحكيله إنه تورط في جريمة قتل علشان يساعده يخرج من الورطة اللي هو فيها لكن ساعتها يالين بيتردد وبيخاف يحكيله عن اللي حصل وكل اللي يالين بيقولهوله إنه كان عند جودة في المحل آخر مرة والزابط سلامي اتهمه إنه متورط في اختفاءه وبيقوله إنه عاوز يثبت برقته وبيقوله إنه هيتكلم معه في وقت تاني وبيقفل معاه وفي نفس اليوم بالليل بيكون يالين عنده قرق شديد ومش قادر إنه ينام فبيخرج يالين يتمشى في الغابة وساعتها بيلاقي صندوق خشبي قدام حديقة بيته مكتوب علي السيد الخبيث ولما بيفتح الصندوق بيلاقي جواه راس أفعة فبيفهم إن السكان بيهددوه فبيقفل يالين الصندوق بسرعة وبيرجع بيته وبيكون يالين في الفترة دي خايف إنه يخرج من البيت أو يقابل حد وبيكون دايما ماسك في إيده سطور علشان حاسس إنه ممكن يتعرض للأتل في أي وقت وبيكون يالين بدأ يفقد عقله من قطر ما بيشرب كحليات وتصرفاته بقت غريبة جدا وفي نفس اليوم بيبدأ يالين يشوف تخيلات وهلاوس غريبة قدامه وبيشوف جودة عنده في البيت في كل مكان وبيكون يالين بيحاول إنه يطرده وطبعا يالين ما عندوش أي فكرة إنه كل ده بيحصل في عقله البطن وإنه مفيش حد غيره في البيت وبعدها بيخرج يالين يقعد لوحده في الغابة لإنه بقى خايف من وجوده في البيت وبيكون مش حاسس بالأمان في أي مكان هو موجود فيه وبعدها بيتصل المحامي على يالين وبيقوله إن الشرطة بدأت تحقق في اختفاء جودة وعاوزين شهادته في المحكمة لإنه كان آخر واحد عند جودة في المحل بشهادة سكان المدينة وبعدها بيقفل يالين مع المحامي وبيروح يالين يولع في الهدوم بتاعت جودة علشان ما يسبش وراء أي أثر وبعد ما يالين بيخلص بيروح لواحد اسمه رحيم وبيكون واحد من الناس الجديدة اللي اتعرف عليها في المدينة وبيكون رحيم دارس الفلسفة كويس وبيتكلم دايما بشكل منطقي وبيروح يالين يتكلم معه وبيقوله إنه ندمان إنه سرق فلوس الناس وبيفكر في الانتحار وساعتها رحيم بيرد عليه وبيقوله إنه ما ضربش الناس على أديهم واخد منهم الفلوس غصبة عنهم وإنهم هم اللي كانوا مزنبين وعايشين دور الضحية وإن نزنبهم إنهم كانوا أغبية وسلموا فلوسهم لأي حد والمفروض حاليا يتحملوا نتيجة خسرتهم وبيكون يالين مستغرب جدا من المنطقية اللي رحيم بيتكلم بيها وفي نفس اليوم بينتشر في الأخبار فيديو لواحد من الناس اللي يالين نصب عليهم وهو بيولع في نفسه قدام شركة يالين بسبب إنه خسر كل فلوسه وما بقاش عارف يصرف على مراته وولاده والتاني يوم بيبعت المحامي رسالة صوتية ليلين بيعرفوا فيها إن فيه شخص غامض بلغ عن يالين إنه متورد في اختفاء جودة لكن الشرطة لسه مش عارفين يمسكوا دليل عليه وبيعرفوا المحامي كمان إن اسم يالين بقى في قيمة الممنوعين من السفر خارج البلاد وفي الوقت ده بيكون يالين قاعد على الشاطئ ووقتها بيهجم عليه واحد من سكان المدينة وبيحاول إنه يقتله وبيهرب يالين منه وبيفضل يترجعه إنه يسيبه يعيش وبعدها بيدخل يالين في اشتباك مع الراجل ده وبيفضل يالين يخنق في الراجل بكل غل وحقد لغاية ما بيموته وساعتها يالين بيستوعب إنه قاتل شخص تاني وبيفضل يصرخ ويقول لحد يساعده لأن في راجل اتعرض لأزمة قلبية لكن ساعتها مفيش حد بيسمعه فبياخد يالين جثة الراجل ده وبيودي جثته في نفس المكان اللي وده فيه جثة جودة ووقتها بيشوف يالين مجموعة من السكان المهاجرين وقفين بيرقبوه بس ساعتها بيأمرهم قائدهم أحمد وإنه مش بيهتم وبيروح يحط الجثة بتاعة الراجل جنب جثة جودة والتاني يوم بيروح يالين للميناء وبيسأل عن واحد من سكان الميناء اسمه أحمد وبيكون هو نفس الشخص اللي شافه مبرح في الغابة وبيسأله يالين لو يقدر يساعده إنه يهرب على مركب بره البلد وفي المقابل هيدي يالين عربيته وبيقول أحمد ليالين ييجي بكرة الساعة خمسة ويركب السفينة مع القبطان الرحمي وبيعرفه أحمد إن السفينة دي هتودي الجزيرة ليسبوس في اليونان وبيطلب منه أحمد إنه يسلمه مفاتيح عربيته النهاردة وبعدها بيروح يالين بيته وبينظف عربيته كويس من أي أسار دماء موجودة عليها علشان يستعد بكرة للهروب من تركيا وفي نفس اليوم بيروح يالين مع امراته يحضروا حفلة موسيقية وبتكون دي الطريقة اللي بيودع بيها امراته وبعدها بيقوم يالين يدخل للحمام وبيكون في واحد من السكان مركز معاه جدا على طول الحفلة وعاوز إنه ينتقم منه وبيروح وراء الراجل ده الحمام وبيفضل مرائب يالين وساعتها بيرفع الراجل المسدسه على يالين وبيحاول إنه يضرب عليه نار لكن المسدس بيكون فاضي ووقتها بيمسك يالين المسدس من الراجل وبيوقعه من إيده وبيفضل يالين يضرب في الراجل بشكل عنيف جدا وبيمسك المسدس وبيفضل يضربه على دماغه لغاية ما بيقتله وبياخب بعدها يالين جسط الراجل وبيحدفها ببلعة وسط الغابة وبيقفل البلاعة وبيسيبه وبيمشي وبيرجع بعدها يالين البيت وبيقرر إنه ياخد مراته معاه لليونان ووقتها بيقول لها تجهز الشنط وتاخد الحاجات المهمة بس معاها علشان هيهربوا برا تركيا وبيعرفها إن كل سكان المدينة عاوزين يقتلوا لإنه نصب عليهم وإنه فيه واحد في الحمام هجم عليه بالمسدس وحاول إنه يقتله لكن يالين قدر إنه يهرب منه بقعجوبة وساعتها بتقترح مراته عليه إنهم يبلغوا الشرطة عن الناس اللي بتحاول تأذيه لكن يالين بيرفض وبيقول لها إن الشرطة كمان متحلفة مع السكان علشان يقتلوه وبتروح بيزا بسرعة جهز الشنط وبيكون يالين مجهز شنطة فيها مليون يورو علشان يقدروا يعيشوا بيها في اليونان ولما بتشوف بيزا الفلوس بتتصدم جدا من وقحته لإن دي مش فلوسه وإن بعد الكل اللي حصله ده لسه برضو ما تابش وساعتها بتعترف له بيزا إنها هي اللي سلمت له الشرطة لما عرفت إنه بينصب على الناس وكانت بتتمنى إنه ما يخرجش من السجن أبدا غير لما يكفر عن خطيقته لإنه مزنب وبتقوله إنها لما رحت للمدعي العام وبلغت عنه ساعتها ما كانش مصدقها وكان شايف إن يالين رجل أعمال محترم لكن بيزا وقتها سلمت للمدعي العام أوراق بتثبت بيها إن يالين بيتلعب بالأرقام وإن المشروع بتاعه والشركة بتاعته وهميين ومجرد واجهة علشان يقدر ينصب بيها على الناس ويسرق فلوسهم وبيكون يالين واقف مصدوم من مراته ومش مصدق نفسه إنها هي الشخص اللي خانه وبلغ عنه وبيسألها هي ليه عملت كده فبتقوله إنها عملت كده علشان كانت بتحبه وكان عندها أمل إنه يرجع لرشده في يوم من الأيام ويعرف غلطته وقالت له إنها كانت ناوية تستنى لغاية ما يخرج من السجن حتى لو كانها يخرج بعد عشرين سنة ووقتها بيتهمها يالين إنها مجنونة وإنها دمرت حياتهم هما اللي اتنين فبتصرخ وبتقوله إنه هو اللي جننها ووصلها للمرحلة دي وبيتهمها إنها عمرها محبته وساعتها بيزة بتتعصب عليه وبتقوله إنها تخلت عن عيلتها علشانه وإن كلهم كرهوها بعد ما اختارت تعيش معاه ومرديتش تنفصل عنه حتى بعد ما دخل للسجن وبتقوله إن كل الناس تخلوا عنه معادة هي والمفروض يكون ممتن لها ووقتها بتروح بيزة تاخد شنطة الفلوس علشان ترجعها للشرطة ووقتها بيقول لها يالين إن أول يوم لي في السجن قرر إنه يتوب وما يلمسش فلوس حرام بعد كده وما يقزيش حد مرة تانية وإنه قرر بعدها إنه يعيش بشكل مختلف لكنها السبب في إنه يتحول لشخصية أسوأ وساعتها بيروح يالين يجيب الشاكوش وبيقتل بي بيزة وبعدها بيروح يالين ياخد جسد بيزة وبيدفنها وبعدها بيروح يالين يجيب السندوق اللي مكتوب عليه السيد الخبيث وبيحط فيه المليون يورو وبيسيب السندوق قدام محل البقالة وبعدها بيطلب صاحب البقالة الزابط سلامي وبيوريه السندوق وبيفهم سلامي ساعتها إن دي فلوس يالين وإنه قرر إنه يسلمها للسكان اللي نصب عليهم والتاني يوم بيروح يالين يسلم نفسه للزابط سلامي وبيقعد يالين مع سلامي وبيقعد سلامي يتكلم معاه وبيقوله ان السجن ده اصعب تجربة ممكن تمر على اي شخص لان فيه ناس كتير بينتحروا جوا السجن بسبب انهم ما قدروش يتحملوا الوضع جواه وان يالين شخص شجاع انه قدر يتحمل عشر ايام في السجن من غير ما يتجنن وبيكون يالين مستغرب من اسلوب الزابط معاه لانه تحول 180 درجة وبيتعامل معاه بشكل لطيف جدا وبيتأكد يالين ساعتها ان الفلوس تقدر تشتري ضماير الناس وبعدها بيقول سلامي ان فيه اربع اشخاص اختفوا من المدينة لكنه ساعتها مش بيتهم يالين ان هو اللي قتلهم وبيقوله سلامي انه اكد الاربع اشخاص دول سفروا برا المدينة علشان يقضوا اجازتهم وبتكون تصرفات سلامي دي كلها بسبب ان يالين رجع لفلوسه وبيكون سلامي بيتعامل مع يالين بشكل لطيف وبطريقة مريبة وفي الوقت ده بيتجمع كل سكان المدينة وبيقعدوا مع يالين وبيتعاملوا معاه بشكل لطيف جدا وبيقدموا له الفواكه والطعام بسبب انه رجع ليهم فلوسهم لأ ومش كده وبس دول كمان ما تعلموش من غلطتهم وقعدوا يتكلموا مع يالين عن مشاريعه الجاية وبيقولولوا انهم مستعدين يشاركوا في المشروع اللي جاي ويسلموا كل فلوسهم لانهم بيسرقوا فيه وبيكونوا بيتصرفوا بطريقة مريبة جدا ونسيوا كل حاجة يالين عملها معاهم وانه سرق فلوسهم وكان سبب في انتحار ناس كتير والتصرف ده اندل على شيء فبيدل على ان الناس بتنسى اي خطيئة حصلت قدام الفلوس وان اي حد في العالم يقدر يشتري الصمت والولاء من نفوس البشر بفلوسه في المجتمع الجاشع اللي احنا عايشين فيه وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم